اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات العزاء شن نشطاء من اليمين هجوما على القادي في المحكمة المركزية في تل أبيب علاء مصار وابن مدينة الطيبة وقالوا انه اصدر قرارا بتمديد اعتقال المتحدث بلسان مكتب رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلي فلدشتايم المشتبه بالضلوع في قضية تسريب مستندات سرية والمعتقل منذ فترة أسابيع وانتشرت في الأيام الأخيرة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لنشطاء من اليمين نشروا فيها صورة القادي علاء مصاروي وقالوا انه أمر بتمديد اعتقال بطل من أبطال إسرائيل لكنه أطلق صراح شباب عرب مشتبه بمشاركتهم باغتصاب جماعي لفتاة دعونا نشاهد أحد هذه المقاطع نعم هذا هي أحد المقاطع المقاطع المتداولة في الأيام الأخيرة ضد القادي علاء مصاروي بن الطيبة رئيس بلدية الطيبة السابق المحامي شعاء مصاروي منصور نشر منشورا باللغة العبرية قال فيه ونحن ترجمنا هذا المنشور كلنا القادي علاء مصاروي نقول لكل جمهور بيبي المقصود بن يمين نتنياهو واليمينين الذين يتظاهرون ضد القادي علاء مصاروي هذا قاد في دولة إسرائيل اسمه نار على علم ومجرد اختياره من قبل جهاز القضاء للنظر بملفات نتنياهو وهو عربي فخور يدل على إرثه نطلب من جهاز القضاء ومن شرطة إسرائيل منح الدعم الكامل لابننا على إذن أكوار رئيس بلدية الطيبة السابق شعاء منصور ونبقى في أروكة القضاء ولكن في موضوع آخر فرغم أن الحرب لم تضع أوزارها بعد إلا أن الحديث عن قضية التغييرات في جهاز القضاء وهي الخطة التي عملت عليها الحكومة الحالية مع بداية الدورة الأخيرة للكنيسة والتي توقفت مع بداية الحرب هذا المشهد عاد لتصدر العناوين في الفترة الأخيرة ومع تعالي أصوات داخل اتلاف الحكومة لإقالة المستشرة القضائية للحكومة وإيجاد بديل قضاء لمحكمة العدل العليا ضيفنا في ألستوديو عضو نقابة المحامين في لواء المركز المحامي وجد حجحية ابن الطيبة أيضا الفعال في إطار نقابة المحامين شاركة بجلسة لجنة القضاء القانون والدستور القضائية البرلمانية والتي كانت جلسة عاصفة وقد انعقدت قبل أيام وينضم إلينا الآن وجد حجحية يحدثنا عن كل هذه المواضيع مساء الخير المحامي وجد مفلح حجحية مساء الخير أخي شحادي الأسبوع اللي فات كان جلسة بالكنيسة كمان اليوم كانت جلسة بالكنيسة بموضوع اقتراح قانون قدموا عضو الكنيسة حنوخ مليبسكي بالنسبة لقضية رسوم أعضاء النقابة يحاولوا يأخذوا رسوم أعضاء النقابة وحاولوها لوزير القضاء حاولوها أو يحاولوا التصرف فيها يحاولوا التصرف فيها طبعا إذا هم أخذوا الميزانية فهم فعليا سيطروا على نقابة المحامين على فكرة شو موقفكم انتوا؟ طبعا معارضين كان هناك المحامي عميد باخر هو من رئيس النقابة وانا كنت برفقته وعرضنا الموضوع واليوم كانت جلسة وكمان هناك احنا ضمينا أعضاء كنيسة عرب ومنهم الأستاذ وليد طاها ودكتور ياسر حجرات ومنشكرهم على موقفهم انهم وقفوا معنا بالموضوع هذا واحنا على فكرة نحاول نستقطب جميع أعضاء الكنيسة انهم وقفوا معنا ضد اقتراح القانون على أساس انهم ده كلك شو المشكلة باقتراح القانون كيف انت بديت السؤال تعيك هناك تعديلات قضائية اللي هي بدأ فيها ياريف ليفين وهم على فكرة هم حاطين بالأساس لجنة تعيين الكضاء نعم فهم بحاولون هم يسيطروا على لجنة تعيين الكضاء على أساس يسيطروا على محكمة العدل العليا باسرائيل لا يوجد هناك انكلدستور صحيح في قوانين أساس فهم يحاولون عن طريق كل انكلاب اللي بيعملوا فيه انهم يسيطروا على محكمة العدل العليا عن طريق تغييرات في قوانين الأساس مئة بالمئة فهم وين اللي مشكلة انهم بدهم هم رئيس محكمة عدل العليا يوسف ليرون اللي هو بنتمي إليهم يعني لليمين بالضبط فهناك طريقة بكل هذه السينيورتي اللي هي الأقدمية لازم هو يتحك عميد اللي يكون الرئيس لنشر على الجمهور شو هاي الطريقة الأقدمية انه متعارف عليه في إسرائيل من يرأس المحكمة العدل العليا هو القاضي مش اللي أكبر سنا وانما اللي اللي هو أقدمية في منصبه في المحكمة مئة بالمئة وانه اللي يدور عليه يتحك عميد وشو منعرف عنه يتحك عميد انه يعني نكون بقراءة يسوعية سرية تحاولون فهم بحاولون انهم يلغوا الموضوع هذا ومبدئيا هناك على فكرة هناك عضو باللجنة تعيين كودا المحامي حمد نعامني موجود هناك هيس نقابة المحاميين في لواء الشمال وعلى فكرة بفترة وكان هناك تعيين كودا عرب وهنا نشرنا عدة أخبار وكان هناك أيضا على فكرة في يوم الخميس القادم ستكون جلسة للجنة تعيين الكودا وان شاء الله سنزوف بشرة صارة لأهل الطيبة أو الوسط العربي بشكل عام تعيين كادي وكادي سيكون من الطيبة من الطيبة قادي وقادي من الطيبة أيضا يريف لفيني يطلب بأنه يتم بث جلسة لجنة اختيار الكودا لأختيار القادي لعدل العليا بث حي ومباشر ماذا المشكلة في هذا الموضوع؟ لماذا على خلاف؟ في كل جلسة لأنه شركة تنقول لأنه يتجلسة هناك راحب كأشياء التي هي شخصية فلا يرى كل العالم يتفرجوا على لجنة تعيين الكودا إذا واحد عنده رأي يختلف عن الأراء الثاني فالإيش سنفتح للجمهور حسب رأي الأشياء غير مهني وهي الأشياء ديكتاتوري أزياد هل يقصد لفين إحراج اللجنة أمام الجمهور الإسرائيلي بهذا الطلاب؟ 100% هو يحاول يصعب عليهم على فكرة تعيين الجلسة بعد قرار من لجنة المحكمة العدل العليا أجبرته بالدرجة المحامة وجدي حجحية بصفتك عدو في نقابة المحامة في لواء المركز بدرجة القضية التي بدأت فيه القانون المقترح من عدو الكنيسة هل ترى بأنه سيمر هذا القانون؟ لأنه داتنياهو مع أكثر من 64 عدو أقول لك شغلة بالكنيسة حاول أبسط الأمور يعني عشان تسن قانون لازم هناك عدو الكنيسة يجي يقترح اكتراح بيقول له اكتراح نقول لشخصة فهم بيعملوا وكاعدين بيحاولوا يعمل هاي الاكتراحات بأسرع وقت ممكن على اساس في كسر الوقت سابق الزمن بالضبط فهو كدمها حانوخ ماليبسكيب طبعا أكيد هم متفك مع ياريب ليبي بالموضوع فعلى فكرة كان عنده محكمة تأديبية بالنقابة مين؟ حانوخ ماليبسكيب هم يعني تضاربوا مع النقابة على أساس هم وين سيطروا؟ كمان مرة على كسرة لجنة تعيين الكضاء فهم بحاولوا انه كدهش يضغطوا ويسيطروا وهالاشي مرة كتبت قرار هنا مقال عن الديمقراطية الديكتاتورية فهم بحاول أنا كنت بالكنيسة وأنا أخي شحادي بأقول لك لازم الكل يروح على الكنيسة تطلع هناك الأمور متكهربة وأنا كمان كتبت مقال بالنسبة لانتهاء الحرب صحيح أنا واقف على كلمتي أنه انتهاء الحرب سيكون من إسرائيل جو إسرائيل إن شاء الله الحرب بالشمال ستنتهي وكمان بغزة نحن نحبين أنه تنتهي الحرب ويرجع الكل سالم وسليم لبيته لكن سيكون لك أكبر ضغط سيشكل على بيبي هم الجمهور الإسرائيلي جو إسرائيل وخاصة كل المظاهرات ستبدأ تبدأ وتكون أكوى هل ترى بأن نحن أقرب إلى العودة للانكسام الذي كان في الشارع قبل السابع من أكتوبر الإنكسام أنا كتبته بالمقال هو الإنكسام موجود سنين وكلما نمر بالزمن هو يتعمق ويزيد عمق رغم أنه بعد سبع أكتوبر في الفترة الأولى بعد الهجوم وبدأ وكأنه هذا الأمر من وراءنا بدأ وكأنه الشعب موحد سنكون أسبوع سبعين ثلاثة وبعد السكرة تأتي الفكرة يعني فهم بدأوا يعرفون أنهم ينهي الحرب لأشياء شخصية وكل يعرف هذه الشغلة أغلب هم من يمين متطرف أغلب الناس المعتدلين بكذا وكذا يعني بطل يأمنوا بالحرب يعني بطل يروحوا على الحرب يعني جنود الاحتياط أكيد يعني يعني لا يوجد عزيمة التي كانت بالصابق فأنا أتوقع أنه الإنشكاك سيكون أكوى وأكسى وليس أقول على الهواء ما سيحدث بجازة لك بالمنظم المقابلة وأنت يعني محامي فعال مكر المحامين في الطيبة تقريباً في الأسبوع الذي يكون لديكم نشاط مع أن جمهور المحامين معروف أن جمهور دائماً مشغولين وكل واحد مكتبه ولكن تستطيعون تنظيم لقاءات بشكل أسبوعي ومواضيع مهمة والأهم من هذا أن فيه يأتي جمهور على هذه اللقاءات كنا عن نشاطات الحمد لله أنه على فكر كل اللي يشتغلوا بالنقابة المحامين بالموضوع المكر هو تطوعاً من دون مقابل فهناك فيه عدة محامين ومحاميات اللي هم بيكونوا بواجبهم ومن ضمنهم من المحامي صابر برانسي المحامي دانا حجيحيا المحاميين نورين ناشف ومنال جابر اللي هم بيكونوا بتنصيق الندوات سورك معهم أنا عضو عضو النقابة لا تحضر قصد هذه الفعاليات أنا مش موجبور أنا كما بسوط أن أكون مع زملائي بالعمل النقابة وعلى فكرة نستفيد كثيراً ونفتح الندوات إن شاء الله لجميع الجمهور ليس بس للمحاميين ليس بس للمحاميين سيكون لكاءات لجميع الجمهور على اساس نفيد المجتمع كيف نستطيع نطوع ونفيد المجتمع المحامي وجد مفلحة جهية ليس بس محامي لك نظرة في الأمور السياسية سؤال الأخير هل ترى بأن الأوضاع الراهنة تقودنا إلى تبكير موئة الانتخابات للكنيسة وحل هذه الحكومة سيكون الانتخابات قريبة ولكن ليس أسابيع أما تقول أن هذه الكنيسة تتم دورتها إن شاء الله سنتهي الحرب بغزة وأنا قلت إسرائيل خسرت الحرب من أول يوم وأقول على الهواء لا يوجد مشكلة فلازم تنتهي الحرب وأول ما تنتهي الحرب نتنياهو يخلص العملية السياسية تعيته وهذا أتوقع قبل أن ننهي تترك بالنسبة للقاضي على أمصار رئيس نقابة المحامين عميد بيخر تترك أيضا إلى الهجم الشرسي من اليمين متطرف ونعمل خطوات عملية ضد كل واحد الذي تهاجم هاجم القاضي على أمصار وطبعا صديقي وزميلي وضد كل واحد من مجتمعنا ونحن إن شاء الله نكون بالواجب بهذا الموضوع أشكرك جزيلا شكر عدو نقابة المحامين في لوالي المركز المحامي وجدي حجه شكرا المشاهدون والمشاهدات الأعزاء فاصل ونعود مع قضية طلابية ابكوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة